شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قصري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع جاء ذلك خلال اتصال هاتفي انتلقاه شكري من وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو وتوافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة انشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية انفاذ المساعدة الإنسانية للقطاع كما أكد شكري لنظيره البرتغالي على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة كما ناقش الوزيران الوضع في الضفة الغربية المحتلة وتزايد وطيرة عنف الانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم